ساعة تفصل مصر عن حدث تاريخي ونقلة تكنولوجية ونوعية في الفضاء بإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد نايتسا 301 في تمام الساعة الحدية 10 و 3 دقائق مساء بتوقيت القاهرة كان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية أحمد أنيس قد أعلن انتهاء كل الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي المصري الجديد بشكل تام استعدادا لعملية الإطلاق على قمر فالكن تسعة التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية وأوضح رئيس الشركة أن القمر الجديد سيكون البديل لقمر نايلسات 201 والذي سينتهي عمره الافتراضي في عام 2028 كما سيمتلك العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التي تمكنه من مواصلة المنافسة في منطقة البث قصة نايلسات 301 ما بدأتش الحقيقة من فترة قريبة ده بدأت من 2016 في 2016 أمكن أن نستثمر مع أحد الدول الصديقة أن نحصل منهم على حقوق جديدة نايلسات الحالي الإمكانيات والحيوزات المتاحة عندنا موجودة في 216 قناة قمرية 26 قناة قمرية الحقيقة ربنا أكرمنا في تسويقهم بقت نسبة الإشغال لهم بتفوق 99% مع احتفاظ بجزء بسيط جداً كم من الضروري أن نحن نفكر على فتح مجالات جديدة خدمات جديدة وبالتالي لجأنا في 2016 إلى أحد الدول الصديقة وتمكننا من الحصول على حقوق جديدة بمعنى ترددات جديدة سواء كانت خاصة بالإنترنت أو خاصة بجنوب أفريقيا أو خاصة بحوض النيل أو خاصة بمنطقة الشرق الأوسط لما وقعنا هذه الاتفاقية في 2016 وحصلنا لهذه الحقوق كان من الضروري أن نحن نفكر في أن نطلق أمر جديد والحقيقة الأمر الحالي 201 هو ينتهي في 2028 ترجمة نانسي قنقر شكرا